بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم عن حميات شائعة للأسف تنتشر الآن بعض الحميات أو لنقول أنها موضات في الحميات في العالم أو في كثير من بلدان العالم من هذه الحميات حمية اسمها كيتو دايت وتنتشر كثيرا الآن في الغرب وهناك أيضا من يتبع هذه الحمية هنا في العالم العربي والإسلامي هناك الحقيقة هذه الحميات هي من أجل تخفيض الوزن الناس البدينون يريدون أن يخفضوا وزنهم تجد أحيانا بعض الناس وزنهم 150-160 كيلو جرام يريد أن يخفض وزنه بأسرع ما يمكن وبأقل شيء من التكاليف وبأقرب فرصة ممكنة الحقيقة فقد الوزن السريع غير مستحب أبدا لا ينبغي أن يفقد الإنسان أكثر من نصف كيلو إلى كيلو واحد فقط في الأسبوع هذا على الأغلب يكون حد مأمون وإلا إذا كان هناك نقص في الوزن 12 أو 15 كيلو خلال شهر واحد فهذا في الواقع غير محمود على الإطلاق هناك بعض الحميات حمية تسمى باليو وحمية الشاطئ الجنوبي ساوث بيتش وحمية دكتور أتكنز الدكتور معروف في أمريكا إلى ما هنالك لكن حمية كيتو دايت بالذات تختلف عن هذه الحميات الأخرى بأنها تركز أساسا على الدهون تنصح الذين يتبعونها بأن يفرطوا في تناول الدهون نحن دائما أو أطباء القلب في العالم أجمع يحذرون من الدهون لكن هذه الحمية على العكس تماما تحذر من أو بالأحرى تدعو إلى استخدام الدهون بدلا من أن تحذر منه الحمية يمكن أن تخفض الوزن على المدى القريب ولكن لا نعلم في الواقع مدى جديتها ونجاعتها وفائدتها على المدى البعيد تستعمل حمية كيتو عند الأطفال المصابين بالصرع وجد الباحثون أن هذا النوع من الحمية مفيد كيف تعمل حمية كيتو؟ الواقع تهدف كما ذكرت إلى إجبار جسمك على استخدام نوع مختلف من الوقود نحن نعلم أن وقود الجسم الأساسي هو السكر الكلوكوز فبدلا من الاعتماد على الكلوكوز أو السكر يجبر الجسم حينما يتناول الإنسان كميات كبيرة من الدهون ويقلل من تناول النشويات أو الكرباهيدرات يجبر الجسم على أن يعطي طاقته أو يستنتج طاقته من حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن هذا يعني أنك ستحرم نفسك من الكرباهيدرات أقل من 20 إلى 50 جرام من الكرباهيدرات مسموح فقط يوميا ونحن نعلم أن الموزة الواحدة تحتوي على حوالي 27 جرام من الكرباهيدرات فإذا لو أخذت موزتين فقط في النهار فكنت قد نلت كل ما ينبغي عليك أن تناله من الكرباهيدرات بالطبع يستغرق الأمر عدة أيام للوصول إلى الحالة الكيتونية يسمح ببعض الدهون الصحية غير المشبعة كما ذكرت الدهون الصحية غير المشبعة لا بأس بها كلنا ينادي بها مثل المكسرات اللوز والجوز والبذور والأفوكادو وزيت الزيتون بالطبع على رأسهم أيضا يشجع على الدهون المشبعة من الزيوت زيت النخيل وزيت جوز الهند وهي من الزيوت التي لا يرغب عادة أطباء القلب من مرضاهم باستخدامها كما يوصى هؤلاء الذين يتعون حمية كيتو دايت دايت بالإكثار من الزبدة والشحوم وزبدة الكاكو إلى ما هناك ماذا عن الفواكه والخضروات في هذه الحمية؟ الواقع أن جميع الفواكه غنية بالكرباهيدرات لكن يمكن السماح في هذه الحمية بتناول فواكه معينة مثل التوت والخضروات مثل الخضروات الورقية كالسلق والسبانخ واللفت إلى آخره والقرنبيت والبروكلي والهيليون إلى ما هناك لكن هذه الحمية لها مخاطر بلا شك على رأس قائمة هذه المخاطر أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وهذه الدهون التي يحذر منها المطباء القلب والمنظمات السحية العالمية فالإرشادات العالمية توصي أن لا تزيد نسبة الدهون المشبعة عن 7% من السعرات الحرارية في اليوم كله لكن في هذه الحمية حمية كيتو يأخذون الكثير الكثير من الدهون المشبعة هذا في الواقع يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول السيء وهذا شفناه في التجارب يأتي المريض إليك بعد حمية كيتو وقد ارتفع الكوليسترول السيء في الدم وهذا الكوليسترول السيء غير محمود على الإطلاق لأنه ممكن أن يترسب في الشرايين في بطانة الشرايين سواء كان في القلب في الدمار في الأطراف ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى تضيق في تلك الشرايين الخطر الآخر في هذه الحمية أنها تؤدي إلى نقص المغذيات نقص الفيتامينات نقص السيلينيوم المعادن النادرة نقص المغنيزيوم والفوسفور إلى ما هناك إذا كان الإنسان مصاب بمشكلة في الكبد فإن الكثير من الدهون يمكن أن يفاقم حالة الكبد إذا كان الإنسان لديه مشكلة في الكليا فإن حمية الغنية بالدهون أيضا ترهق الحقيقة الكليتين وتثق الكاهل الكليتين أمر آخر أن يحدث عند الذين يتبعون حمية كيتو الإمساك لأنهم لا يأخذون ألياف كافية في الطعام البعض يشكو من تفكير مشوش وتقلبات مزاجية فهذه في الواقع من الحميات التي يتبعها البعض لفترة قصيرة لكن نحن نعلم أن في كثير من الحالات بمجرد أن يقلع الإنسان عن اتباع هذه الحمية يجد أن نفسه أنه غير قادر على المحافظة على وزنه الأساسي فإذا لا بد من الاعتدال من اتباع النظام المتوازن في الغذاء هناك حمية أخرى لا شك أنها أفضل منها تسمى حمية داش الحمية التي تحارب ارتفاع ضغط الدم هذه الحمية اتبعت منذ عام 1997 ووضعت من أجل المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم تعتمد على تناول الخضروات والفواكه الطازجة اختيار البروتينات الخالية من الدهون منتجات الألبان القليلة الدسم البقول والمكسرات والزيوت النباتية إلى ما هناك لكن في الواقع وجد أن هذه الحمية مفيدة وتقلل من ارتفاع ضغط الدم بلا شك وأيضا في دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي أثبتت أن المرضى الذين اتبعوا هذه الحمية كان عندهم فشل القلب أقل بكثير من المرضى الذين لم يتبعوا هذه الحمية ونحن نعلم أن فشل القلب أو ضعف شديد في عضلة القلب مرض منتشر في العالم يصيب حوالي 5.7 مليون في الولايات المتحدة وفشل القلب للأسف يودي بحياة المريض خلال 5 سنوات من اكتشافه دراسة أخرى وجدوا أن اتباع الحمية القليلة الصوديوم جدا المنقذ الصوديوم إلى 1500 ملي جرام باليوم كان أيضا فعالا في خفض ضغط الدم ويؤازر الأدوية التي تعطى لارتفاع ضغط الدم دائما نقول الغذاء مكمل وليس بديل عن الدواء اليوم أتتني مريضة للأسف قالت أنها اتبعت الغذاء وزنها كان 150 كيلو جرام اتبعت حمية شديدة نزل وزنها إلى 130 كيلو جرام خلال شهرين فأوقفت نصاحها أحدهم أن توقف أدوية الضغط وللأسف أتتني اليوم بضغط 170 على 110 ضغط عالي فهذا في الواقع يجب التحذير منه لابد من استشارة الطبيب لابد من الاستفادة من الدواء إضافة إلى الاستفادة من الغذاء بلا شك فأيضا هذه الحمية كما ذكرت حمية داش تعتمد على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ونسبة منخفضة من السوديوم بلا شك لكن هناك أيضا حمية أخرى هي حمية البحر الأبيض المتوسط هذه الحمية بلا شك هي التي يغبطها الأمريكان هي الحمية التي يتبعها سكان حوض البحر الأبيض المتوسط ونحن قريبون من البحر المتوسط بلا شك هذه الحمية تقلل بكل الدراسات الطبية التي أنشئت عليها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة الاستقلاب متابوليك سندروم ومرض السكر وبعض أنواع السرطان والاكتئاب هذه كلها دراسات مثبتة حتى أنها تحسن الوظائف العقلية والبدنية هذه تستعمل زيت الزيتون كمصدر رئيسي للدهون فيها حمية البحر الأبيض المتوسط Mediterranean diet أساس هذا النظام الغدائي أيضا أنها تعتمد على الأطعمة النباتية على الخضروات والفواكه على الحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات بلا شك على الأسماك والدواجن وتقلل من اللحوم الحمراء وتأخذ الفاكهة الطازجة للحلوة هذا بلا شك هي أساس الحمية البحر الأبيض المتوسط إذا أردت أن تتبع حمية فلابد أن تستشير طبيبك قبل اتباع أي حمية وكن عاقلا راشدا متحكيما متزنا في الحمية استخدم الحميات التي ثبتت علميا فائدتها كن حكيما في كل شيء توكل على الله حينما تتبع نظاما غدائيا وحينما تقدم على أي عمل في حياتك أسأل الله تعالى أن يجعل للمرضى الشفاء وللمسلمين والمسلمات الصحة والعافية ولكل الناس السلمة والأمان وحتى ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر